بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الفتن والملاحم وعشرات آخر الزمان الحلقة العاشرة باب ما جاء أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف أبو داود عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة تستنطف العرب قتلها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف ذكره داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له اللسان فيها كوقوع السيف أخرجه ابن ماجا أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف فصل قلت قوله تستنطف أي ترمي مأخوذ من نطف الماء أي قطر والنطفة الماء الصافي قلة أو كثرة والجمع النطاف أي إن هذه الفتنة تقتل قتلها في النار أي ترميهم فيها لقتتالهم على الدنيا واتباع الشيطان والهوى وقتلها بدل من قوله العرب هذا المعنى الذي ظهر لي في هذا ولم أقف فيها على شيء الغيري والله أعلم قوله اللسان فيها أشد من وقع السيف أي بالكذب عند أئمة الجور ونقل الأخبار إليهم وربما ينشأ عن ذلك من النهب والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوى في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب لفظ مسلم وقد رويا أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا فقوله من صخط الله أي مما يسقط الله وذلك بأن يكون كذبة أو بهتانا أو بخسا أو باطلا يضحك به الناس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للذي تكلم بالكلمة من الكذب يضحك الناس ويل له ويل له وفي حديث ابن مسعود إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الرفاهية من صخط الله ترديه بعد ما بين السماء والأرض قال أبو زياد الكلبي الرفاهية السعد في المعاش والخصب وهذا أصل الرفاهية فأراد عبد الله أن يتكلم بالكلمة في تلك الرفاهية والإطراف في دنياه مستهينا بها لما هو فيه من النعمة فيسقط الله عز وجل عليه قال أبو عبيدة وفي الرفاهية لغة أخرى الرفاعية وليس في هذا الحديث يقال وهو فيه رفاهية ورفاعية من العيش وقوله صماء بكماء عمياء يريد أن هذه الفتنة لا تسمع ولا تبصر فلا تقلع ولا ترتفع لأنها لا حواس لها فطرعوي إلى الحق وأنه شبهها لاختلاطها وقتل البريء فيها والسقيم بالأعمى الأصم الأخرص الذي لا يهتدي إلى شيء فهو يخبط عشواء والبكم الخرص في أصل الخلقة والصمم الطرش صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم موسيقى